الماضية سأذكر لكم وبشكل إجمالي وسريع شروط العرض على القرآن أولا الإلمام بالعربية لغة وصرفا ونحوا وفصاحة وبلاغة وأدبا وتأريخا وأسرار الذي لا يكون بهذا المستوى من الإلمام بالعربية لن يستطيع أن يعرض الأحاديث على الكتاب النتائج ستكون باطلة مثل ما بيّنت لكم مع أنني ما أكملت حديثي إلى الآن تمام الحديث سيأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أعود إلى شروطي إلى شرائطي العرض على القرآن شرائطي عرض الحديث على القرآن الإلمام بالعربية لغة وصرفا ونحوا وفصاحة وبلاغة وأدبا وتأريخا وأسرارا ثانيا الإلمام بمعاريض كلامهم ويتأتى هذا من موسوعية الإطلاع على حديث محمد وآل محمد فيما يرتبط بتفسيرهم لقرآنه وفيما يرتبط بحديثهم في كل شؤون معارفهم ثالثا الإلمام بالتفسير العلوي عبر معرفة منهج التفسير والقدرة على العمل به وتطبيقه أن نعرف منهج التفسير مع قدرتنا على تطبيقه أن نعرفه ولا نمتلك القدرة على التطبيق والعمل به هذا أمر يكون ناقصا وكل هذه الشرائط يرتبط بعضها بالبعض الآخر الإلمام بالتفسير العلوي عبر معرفة منهج التفسير والقدرة على العمل به وتطبيقه مع الإلمام بالأحاديث التفسيرية الكثيرة المختلفة رابعا الإلمام بقواعد الفهم العلوي هذا علي يفهمكم بعدي هل عرفتم الآن عظمة وأهمية مواثيق بيعة الغدير مراجعكم ناقضوا بيعة الغدير ذهبوا إلى المزبلة تركوا الخير كله هناك رابعا الإلمام بقواعد الفهم العلوي خامسا موسوعية الإطلاع على حديث العترة أعرفوا منازل الرجال عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا هذا هو منطق العترة وقد حدثتكم عنه في الحلقة الماضية سادسا معرفة المنهج الناصبي في التفسير والعقائد وحتى في الفتاوى ولكن في التفسير والعقائد بدرجة مهمة جدا حتى لا نقع في قذاراتهم ونجاساتهم سادسا معرفة المنهج الناصبي في التفسير والعقائد هذه شرائط العرض على القرآن مرجعكم الأعلى مرجعكم الأعلى لا أقول من أنه لا يمتلك واحدة من هذه كل ما عنده من رأسه إلى قدمه يناقض هذه الشرائط مرجعكم الأعلى وسائر مراجعكم من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل لأنهم ناقضون لبيعة الغدير لأنهم مخالفون لمنهج العترة الطاهرة جملة وتفصيلا هذه هي الحقيقة من الآخر وأنا حينما أحدثكم أحدثكم بالأرقام وبالمصادر وبالأمثلة وبالأدلة والشواهد وكل شيء أضعه على هذه الطاولة وعلى عينك يا تاجر على عينك يا تاجر وأقول لهم للذين يرفضون الحقائق كذبوني وهذا الميدان يحميدان نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر